مدعي كفايم بودكاست مدعي كفايمة دي ما ماشي الحاجة الوحيدة اللي ما تتنحش وما توفيش من اعلامنا الوطني هي النفاق والتشليك القضايا وانقلاب المفاهيم ابداها مثلا من وفاة مناظر كبير كيما سي محمد صالح البراتلي الله يرحمه للاسف ما نلقاوها كان في جريدة الضمير بعد نقولوا عليش الثورة مناش حتش وطفحيات الرجال غارت عليها الاشكال واعطف على الغابة الاعطف بالتبيعة على الغلبة الكبيرة اللي نلقاوها اليوم في الصباح قال لك ابراهيم القصاص يهدد بمنع المصادقة على الدستور اه اكهو السيد قال لهم خلصوني لن بلبزها ونكر عليكم الكل اما الشي هذا ما مقلق حتى حد في التفسيسي لا اللي يقلق هو منجي الرحوي كي بلبزها باش ميزيدوش رويحهم في الشهاري وقتها تتجند له الكتل للكل سلطة ومعارضة اه بالتبيعة اخوي في تونس النوي بيزيدو فلوس ويفرحوا بروحهم كي ما يحبوه اما الخدام كي يقرب ويطلب زيادة يولي ماهوش وطني وكرشو كبيرة والاتحاد يعمل في الفتنة ويبرك في الاقتصاد ويحفر للشرعية اما لا خاطر المجلس سيد نفسه اما الشعب يمشي في عافسه وجرائد السلطة اليوم عندها مشكلة عويسة اكبر من الفقر والبطالة والامن وغلاء المعيشة اليه وهي لعرف التلفزة بالتبيعة كان يتحالهم اذاك باش باش يدوروا الزيرو اخوي تفرجك العناوين الفجر بعد صدمة العري في سهرة رأس السنة راقصات الثورة وميكروبيت التلفزة تمشي للضمير بعد تحذيراتها من العمليات الارهابية قنواتنا تتحول الى كبريهات على الهواء مباشرة هيت نلخص كل مشاكل البلاد في كرش الرقاصة ونقعدون لكم في القضايا الحولة في اطار سياسة الغفاسة وكي تشكي الناس من مشاريع تعويض ضحايا الظلم بفلوسك التراب ندوروها استعراض وتسخيف وتوظيف لمعاناة الناس اللي ذيقت العذاب شوفوا التصوير اللي في الان متاع الفجر اتوا تفهموا كل اللي عليكم غاب بقيها ما اشبهوا مفهوم الجماعة للواقعية وترتيب الاولويات في الظمير اليوم مثلا نلقاو زوز عناوين حقيقة ياسر لوكس اولا تواصل المسيرات بمصر سقوط قتلين ونعوم تشومسكي يؤكد عودة محمد مرسي اه؟ نوام تشومسكي يؤكد عودة محمد مرسي طوال الحكاية ذي كان اكتبها واحد مؤلف او خبير في الفجر ولا في الظمير والله هين فهموها اما نوام تشومسكي يحكي هكا طوال ثبتوا في هالموضوع ونزيد ونرجعو لكم بقيها نحب نزيد نأكد للاخوة انه كما قال احد الاصدقاء مشكور عندكم اكثر شانس انكم تحضروا طوال في كونسير من احياء بوب مارلي ومايكل جاكسون وزوز مع بعضهم على انه مرسي يرجع للحكم وها كومريتو الجيش المصري وصل طوال اعلن الحرب تقريب على منظمة حماس باش يتجاوز الاخوان المحليين الى الاخوان الدوليين في نفس الجاردة تجي توقع عنوان ياسر حلو وياسر متماشي مع اللي قبله اللي هو يقول اهم مطالب التونسيين في سنة 2014 الانصاط الى مشاغلهم اي اخويا ماذا بينا كانت تبدأوا في الانصاط الى مشاغل التونس منت او على خاطر مطالب الجمهور في مصر ونحاولوا نحلولوا المشاكل كل والشقيقة والرقيقة قبل هذية ماذا بينا كانت تعمل طالة صغيرة على دولة تونس الشقيقة مشاغل الى اغنف org الفيديد مزات الفيديد القتال اشتركوا في القناة